منذ اليوم الأول لتولي ترامب السلطة في البيت الأبيض بل وفي خطابه الأول في التنصيب أكد بقوة رؤيته للملفات الهامة الداخلية والخارجية عسكريا واقتصاديا واجتماعيا وحالما وصل ترامب البيت الأبيض كان أول قراراته يستهدف قانون الرعاية الصحية الذي كان أبرز إنجازات سلفه أوباما داخليا وفي المقابل لم يتباطئ المعترضون على اعتلاء ترامب سدة الحكم في بلادهم وخرجوا في العاصمة وتحدوا الشرطة والاعتقال في وقت أظهرت استطلاعات الرأي أن شعبية ترامب هي الأدنى في تاريخ الولايات المتحدة في مثل هذه الظروف وكأن ترامب لا تكفيه لا اعتراضات في الداخل إذ بدأت نحو ستمائة مظاهرة في أنحاء العالم بالخروج تباعا ضده استقبال لم يحظى به أي رئيس صبيحة أول أيابه في السلطة لم يسبق لرئيس أمريكي أن حظي باستقبال ممثل أو بالأحرى بلا استقبال ممثل كثيرون اعتقدوا أن المظاهرات التي صاحبت ترشيح ترامب ومقاطعة أبرز المؤثرين في الرأي العام الأمريكي لها ستنتهي بمجرد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة لكن دائرة الاحتجاجات والمقاطعة توسعت لتشمل حفل تنصيب الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة مدى ترامب واثقا إلى الكابيتول هيل لأداء اليمين بنفس الثقة قال قبل بضعة أيام إن عدد حضور حفل تنصيبه سيكسر الأرقام القياسية لأنه سيفوق 900 ألف شخص لكن الصورة على الأرض لم تطابق تلك التي رسمها في مخيلتها بل لم تطابق بأي شكل من الأشكال الصورة التي لا يزال كثير من الأميركيين يتذكرونها من آخر حفل تنصيبه من كان من المفترض أن يملأ هذه الساحة خرجوا في شوارع العاصمة وغيرها من الولايات للتعبير عن تشبتهم بموقفهم من تنصيب ترامب بل امتدت المظاهرات خارج حدود البلاد إلى عواصم أوروبية وعالمية تندد بمواقف وسياسة الرئيس الجديد التي أعلن عنها عندما كان مرشحا ومن لم يخرج إلى المظاهرات هتم بأخبارها فحسب دراسة لمحرك البحث جوجل هتم أغلب الأميركيين بالبحث عن أخبار المظاهرات التي خرجت ضد ترامب أكثر من أخبار حفل تنصيبها الغريب حسب تحليل وسائل الإعلام الأميركية لدراسة جوجل هو أن 13 ولاية صوت سكانها لترامب في الانتخابات كان البحث فيها عن المظاهرات أعلى من حفل التنصيب كأريزونا والويزيانا وأوهايو ويوتا لكن الرئيس لم يولاهتماما لهذه المظاهرات ومضى في طريقه إلى مبنى الكونغريس ليوثق شرعيته بأول القرارات الدعم الشعبي الذي ينقص ترامب رغم فوزه بتصويت الأميركيين عوضه بالدعم العائلي وهو يوقع على أول القرارات كرئيس للولايات المتحدة قد لا تعني تعينات الفريق الرئاسي شيئا للأميركيين بقدر ما يعنيهم توقيع رئيسهم الجديد على مرثوم ضد برنامج التأمين الصحي المعروف بأوباما كير في انتظار إلغائه كما وعد ترامب بذلك البرنامج الذي يعتبر أهم إنجازات أوباما بالنسبة للمواطنين خاصة من ذوي الدخل المحدود يراه الجمهوريون برئاسة ترامب عبءا على خزينة الدولة وسيسعى للتخلص منه قريبا لكن قد لا ينتهي هذا الفصل من حياته كما خطط لها فهو ليس حلقة من حلقات برنامج واقعه الشهير ومعنا من واشنطن الكاتب والباحث السياسي كين تيميرمان أهلا بك عبر سكاي نيوز عربية أي مستقبل ينتظر الولايات المتحدة والعالم تحديدا بعد هذا اليوم الأول بعد تنصيب ترامب الاحتجاجات المعارضة تخطت حدود الولايات المتحدة لتشمل عدد كبير من مدن العالم أعتقد بأن السيد الآن دونالد ترامب عليه أن يفي بوعوده قبل كل شيء لقد رأينا بطبع يوم الجمعة وفي أول يوم في مكتبها وقع على العديد من الأوامر التنفيذية والقرارات التنفيذية ومن بينها طبعا إلغاء العديد من الأمور المتعلقة بأوباما كار لقد وعد ولو سمعنا مثلا إلى خطابه فإنه قال طبعا ليس بالتفصيل ولكن تحدث بمبادئ عامة عن كيفية جعله لأمريكا قوة عظمى مرة أخرى لقد تحدث عن الانتقال السلطة قال بأنه سينقل السلطة من النخبة من النخبة المتحكمة في واشنطن إلى الشعب الأمريكي لهذا فهناك الكثير من تلك المنظمات من اليسار والكثير أيضا من الأشخاص في أوروبا الذين يخافون كثيرا دونالد ترامب لأنه يمثل نهاية النخبة الدولية التي تتحكم في السلطة العالمية والاقتصاد العالمي وبما أعنيه هنا أعني المؤسسات العالمية الشركات الدولية والمنظمات اليسارية العالمية التي تزدهر على حساب الحكومات الكبيرة سواء كانت مثلا في بريكسل فبريكسل مثلا تقول لكل أوروبا ما ينبغي فعله وواشنطن طبعا تقول لكل أمريكي ما ينبغي فعله إذن هذه نهاية الحكومات الكبيرة والديكتاتورية طبعا المركزية هذه عودة للشعب هذه القراءة للخطاب القومي التي تحدثت عنها هل ربما تشمل أيضا أبعاد السياسة الخارجية والتجلد بكل الإجراءات السريعة وتعطيل ما أقدمت عليه الإدارة الأمريكية السابقة وهذا ما وصفته وسائل إعلام وربما أيضا مشرعون في الولايات المتحدة بأنها خطوة انتحارية نعم لقد كانت هناك طبعا إشارات إلى مواقف السياسية الخارجية أولا قال بأننا سنجعل أمريكا أولا وهذا يعني مصالح أمريكا أولا هذا لا يعني بأن الولايات المتحدة لن تتعاون أبدا مع الدول الأجنبية في الواقع نحن لدينا الكثير من الأشياء التي سنتشارك ونتعاون فيها وخاصة مثلا محاربة التشدد الإسلامي والإرهاب الإسلامي هو استعمل تلك الكلمات إذن هذا شيء اليساريون والنخبة والإعلام كانوا يخافون استعمالها في الماضي لأنهم يعلمون ما معناه إنه يعني الجهاديين الذين يذهبون إلى سوريا وأمائكنا أخرى في العالم ثم يعودون إلى مجتمعاتنا ثم يفجرون الأشياء دونالد ترامب سيحاربهم سيحاربهم على أرض المعركة وسيحاربهم أيضا بحرب الأفكار سيحاربوا الأيديولوجيا هل هذا الخطر يعني خطر الإرهاب فقط ما يشغل بال ترامب وهذا ما يعني حاول أن يظهر به أن يظهر يعني الرئيس القوي وأن يخاطب الشعب بهذه المفاهيم التي هي ربما معقدة في السياسة الدولية ولكن اللعبة بيد ترامب كانت عاطفية وكانت ربما أيضا لكسب المؤيدين كما فعل خلال الحملة أعتقد بأن طبعا أهمية انتصار دونالد ترامب ومعنى انتصاره هو أنه عبر عما يفكر فيه الشعب الأمريكي هو كان يمثل ولا يزال يمثل الشعب الأمريكي وجزءا كبيرا من الشعب الأمريكي الذين قد ملوا من الحكومة الكبيرة وملوا من أن يقال لهم ما ينبغي عليهم فعله يريدون أن يعودوا فقط إلى عملهم ويربوا أولادهم ويعتمدوا على أنفسهم وطبعا هذا من التقاليد الأمريكية إذن هذه هي مسؤوليته وكما قلت الأشخاص الذين يخرجون وتراهم الآن في الشارع في واشنطن لا يريدون ذلك لا يريدون أي تحمل مسؤولية شخصية لا يريدون تحمل مسؤولية أفعالهم يريدون الحكومة أن تعتني بهم وذلك العهد قد انتهى مع سيد ترامب في السلطة فإنه قد نقل كما قلت السلطة مرة أخرى إلى الشعب الأمريكي مع بداية كل عهد جديد وكل حكم وكل رئيس يصل يطلق وعود براقة أيضا صحف أمريكية اليوم قالت إن السياسة الأمريكية كل ما يظهر منها هو بعيد عن اليقين وعن الواقعية وهذا أيضا ما اتسم به خطاب ترامب بعد انتخابه وأيضا بعد التنصيب حسنا أنا كنت في الحدث ليلة أمس حين كانت هناك حفلة طبعا للاحتفال بانتخابه وبتنصيبه كان هناك الآلاف ستة وثلاثون ألف شخص في غرفة كبيرة ينتظرون لثلاث ساعات حتى تظهر عائلة سيد ترامب وهو طبعا تحدث بطريقة مقتضبة إلينا وإحدى الأسئلة التي طرحها الحضور عليه هو طرحها على الناس قال هل يبغي أن تخلى عن تويتر عن حسابي على تويتر قالوا له لا لا تتخلى عن ذلك والسبب هو أنه لا أحد يثق في الإعلام مرة أخرى والعديد من القصص التي أسمعها حتى مشاهدوكم هي مفبركة من سي أن آن ومن نيويورك تايمز ومن إعلام وطني هنا يكرهون سيد ترامب لأنهم يخافونه لأنه يعني بأنهم سيخسرون سلطتهم الإعلام سيخسر سلطته في الولايات المتحدة وسيد ترامب سيتوصل مع الشعب مباشرة أعتقد بأن هذا شيء مهم القصص التي تسمعونها ليست حقيقية إذا كانت من الإعلام الأمريكي ردود الفعل العالمية أيضا جاءت متفاوتة وحتى متناقضة كيف تقرأ الحذر في الصين الغضب في المكسيك وحتى البهجة وفرح الانتصار في روسيا حسنا وطبعا رئيس الوزراء رئيس الوزراء بريطانيا تتطلع لإقامة علاقة طيبة وأيضا الألمان طبعا يخلقون بشأن التجارة وبأن مثلا ستفرض عليهم تعريفة من قبل إدارة ترامب لأنهم يصنعون سيارات في المكسيك والألمان لا يحبون ذلك أعتقد بأن هناك العديد من الزعماء الأجانب وهم قلقون ويخشون طبعا بأنهم سيحصلون على الولايات المتحدة لن يحصلوا على شيء من الولايات المتحدة بدون مقابل هذا سينتهي عليهم أن يفهم ذلك للشعب الألماني مثلا بالنسبة لأنجلا ميركل إذا كان فولكسفاغن وبي أم دابليو هي شركات غنية جدا مثلا تسرق أموال ووظائف الأمريكيين هذا ما يواجهونه كتحديات وسطر طبعا ذلك في كل أوروبا الصينيون سيكونون حاذرين لأن لديهم الكثير من المصالح المشتركة معنا فيما يخص العملة والتيجارة والروس أيضا يفكرون ربما وهم محقون أو مخطئون بأن علاقة أفضل مع سيد ترامب ستكون لديهم علاقة أفضل بدلا من أوباما ولكن طبعا كل هذا سيكون ممتعا لنرى تطور هذه العلاقات وطبعا إحدى البلدان في الدول العربية التي سيكون لديها علاقة جيدة مع سيد ترامب هي مصر تحت حكم الجنرال عبد الفتاح السيسي وسيد ترامب قد قال بأنه سيكون لديه طبعا محادثات مع الجنرال السيسي وهو يراه بأنه حليف تقليدي ضد الإرهاب الإسلامي الكاتب والباحث السياسي كين تيميرمان كنت معنا من واشنطن شكرا جزيلا لك ننقل لكم مشاهدين هذه الصور المباشرة من واشنطن من بوستن لهذه المظاهرات التي خرجت ضد الرئيس الأمريكي الجديد إذن هذه الصور هي من واشنطن لهذه المظاهرات الضخمة المنددة بانتخاب دونالد ترامب